اطفال اليوم هم شباب الغد وهم أيضا تحت مجهر نخبة من شباب هذا الوطن الطموح الذين ينتمون لجامعات ومعاهد ومدارس عليا ويتمتعون بحمولة علمية وثقافية تساعدهم على ميد يد العون لفئة الأطفال أملا بحثهم على الخلق والإبداع من خلال جمعية الطفل المقاول تسعى هذه النخبة إلى إقحام الأطفال في سن مبكرة في عالم ريادة الأعمال فالجمعية التي تأسست العام الماضي تحاول التأسيس لثقافة جديدة لطفل المغربي عبر برنامج أساسي ينقسم إلى قسمين الأول يسمى حلمي وفيه تنمية ذاتية للأطفال وتعريف بالثقافة المقاولاتية أما القسم الثاني فيطلق عليه مستقبلي ويهتم بالتوجيه التربوي والاقتصادي لاختيار مصار مستقبلي تعلق بالمجالات المهنية